موسيقى لن نغوص كثيرا في أعماق التاريخ والماضي ففيه الغث والسمين فيه الألم والأمل فيه الأوجاع الكثير التي لا تعد ولا تحصى ولكن لنبدأ من الآن حيث أنه في الآونة الأخيرة تعالت أصوات الجزائريين بما يخص من أطلق عليهم معتقلي الرأي أو معتقلي الحراك الشاب بلا أدنى شك أن هناك معتقلين اعتقلهم معتقلي رأي بلا أدنى شك بسبب منشورات لديها مواقف سياسية من السلطة القائمة المواطن من حقه أن يرفض الانتخابات من حقه أن يدعو إلى مقاطعة الانتخابات من حقه أن يعبر عن رفضه للسلطة القائمة هذه حقوق دستورية ضمنتها القوانين الجزائرية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر ولكن إذا تم استعمال وسائل عنف أو وسائل خارجة عن القانون يتم متابعتهم قاضائياً وفق القانون وليس وفق الأوامر الفوقية وعبر التليفون أو الهاتف الذي يأتي من مخافر الأمن إلى مكاتب القضاء للأسف الشديد ليس بالجديد أن يعذب المسجد فعندما يأتي الواحد الآن يقول لي مثلاً رشيد نكاز وهو ناشط سياسي معروف نتفق معه في أمور ونختلف معه في أخرى أنه مريض بالسرطان وأنه يتعرض للإضطهاد سأصدق لست أنا لوحدي بل الكثير من الجزائريين سيصدقون خاصة الذين عرفوا مخافر الأمن وعرفوا السجون من داخله قد يأتي من يقول أنه هذه اللي قالوها عن رشيد نكاز هي مجرد دعاية من طرف محامي الدفاع من أجل تأليب الرأي العام ضد السلطة القائمة قد يكون صحيحاً لكن لو كانت الدولة دولة مؤسسة وقضاء مستقل وسجون تحترم فيها حقوق الإنسان لن يصدق أحد نعم لن يصدق أحد مثل هذه الدعايات إن كانت دعايات بالفعل ولكن عندما تأتي بسجين مثل رشيد نكاز حقيقة أنا استمعت للفيديوهات التي قبض عليها فيها أي واحد غضوة يرفض يده ويبيع البلاد ويصوت هذا القانوة الغاز وتالبيترول على بالكم بالحلال بالأي جزيرة يقبض الكلاش ويقتلكم ونعودها لكم الرديفة الدوار تاقي السبع ديبليه أخذوا إن شاء الله أخذوا إن شاء الله أخذوا إن شاء الله سنهضر هذه الدواب ليرهم في البجل الشعب الوطني ونقول لكم بالدوار القاقزة بلاديات عين مران ولا يتشلف الجزائر أي واحد يريد يده ويبيع قطرة أمه قطرة الغاز وقطرة البترول شارك أجنبية بالحق أي جزائرية وأي جزائري يقبض لكم الكلاش ويقتلكم واحد بالواحد وانا منهم سمعتني بليه فيها دعوة فيها دعوة مجرم قانون يعني أن تأتي أنت رجل سياسي وتقول أنه من حق الجزائريين أن يحملوا السلاح ويقتلوا من يوافق على قانون المحروقات كلام خطير من المفروض لا يقال من طرف سياسي ومن طرف مناظل يريد دولة ديمقراطية ويريد الحقوق والحريات ويريد الخيار السلمي حقيقة هذه لا يمكن أن تمر مرور الكرام ولكن إذا كان هذا الكلام جرمه القانون هناك نحن لا نبرر الجريمة ولا نبرر الدعوة إلى الجريمة سواء أتت من معارض أو أتت من سلطة ولكن لنفرض جدلا أن التهم التي وجت إليه تهديد الوحدة الطرابية والدعوة إلى العنف والدعوة إلى إيقاف المساء للانتخابات والتعرض له وما إلى ذلك من هذه التهم وتهديد الوحدة الطرابية كما ذكرت بناء على هذه لنفرض جدلا أن هذه التهم صحية هل من المعقول أنه كما هو معمول به في سجون الجزائر أن السجين مازال قيد التحقيق ينقل إلى سجن بعيد عن الجزائر العاصمة عن المكان الذي هو لديه فيه قضية المعروف أنه السجين لا يحول من مكان سجنه إلا في حالة صدور حكم صدور حكم ولو يكون ابتدائي وبعد ذلك يتم الإسرائي لا في يده وبعد يجي موعد المحاكمة يرجعوه إذن تحويل رشيد نكاز بهذه الطريقة من سجن لقليعة إلى سجن لبيض سيدي الشيخ أعتقد بأنها مخالفة لما هو معمول به في السجون أمر ثاني أن هذا التحويل جاء بدون ما يتم إخبار دفاعه حتى الدفاع تبعه تفاجأ الأمر الثالث لنفرض جدلا أن هناك حالات يتم فيها ترحيل مسجين إذا كانوا في حالة مثلا عقبية بعض يقول هذا الكلام أنا في فطرات قضيتها في سجون جزائر لم يتم تحويل سجين ما زال قيد تحقيق ولم يصدر بحقه أي حكم ابتدائي أبدا حتى إذا ارتكب أبو خالفات هناك عقوبات معمول بها داخل السجن تتمثل في الزنزانات العزل والزنزانات الفردية وما إلى ذلك إذن ما هي الأسباب التي تخلي مديرية السجون تحول رشيد نكاز إلى سجن بعيد وبتلك الطريقة إلا أن هالحقاضية تتعلق بمحاولات انتقامي الدولة لا تنتقل الدولة عندما تتابع شخص بتهم معينة تكون هناك إجراءات سليمة وواضحة وبينة وتحت مرأة دفاع واحترام للحقوق والحريات والكرامة الأدمي هذا يجب وأنا أنقولها لكم بحكم تجربتي التي عشتها في السجون كل ما تتخيلونه يمكن أن يقع إذا كان ضباط مخابرات كانوا يأتوا للسجون ويقع السجين حتى يعيتون يقولوا له لو الطبيب يحتاج يروح هناك يلقى جلدين يعذبوه ويرجعوه في كوفيرتا إلى سيلونتو إذا كان الأكل سيء جدا وإذا كان الشرب سيء جدا وإذا كان الاكتظاظ يعلم به غير ربي سبحانه قاعة من المفروض 30 سجين تلقى فيها 250 وصلت الناس يحطوهم يكيلوهم بخيط كل واحد عنده حق في كارلاجة يركض على جنب باش يعاودي غير الجنب الأخر لازم له يوقف صاحبه على يمينه وعلى يساره الانهيار الأخلاقي الموجود المتاجر بالممنوعات بمختلف أنواعها حتى لو كانت قضاء أمور مهلوسة للعقل كل ذلك موجود المتاجر بالهواتف كل ذلك كان موجود وعايشته بنفسي في سجون الجزء القضية أنه رشيد نكاز الآن أعلنه من طرف محاميه كما تشاهدون تشاهدون عنده un début de concert de prostata اسمها الهواء en français hyper tropي prononcer de la prostata une hyper tropي prononcer de la prostata ها دي لولا عنده une boule de 19 مليمتر dans le foie c'est-à-dire l'état de santé diالو il n'est pas بيع بغضي النظر إن كانت القضية صحيحة أو خاطئة لا أستطيع أن أحكم عليها لا أستطيع أن أكذبه ولا أستطيع أن أصدقه فمعركة القضاء والدفاع دائما فيها هذه الأمور أنا أذكر مرة كنت في سجن الحراش كان أحد الإعلاميين المشهورين كان في العيادة محطين وفي زنزانة في العيادة معزز مكرم وأنا أمشيت للعيادة أتلقيته هناك دردشت معاه وكان ظروفه تمام التمام رجعت للغرفة وجدت ما قال منشور في صحيفة كان يوزعوننا الصحف أن السجين الفلاني يعاني من مرض حياته مهدد وراه على فراش الموت وأنا كنت جالس معاه دردش ويضحك البكرة لتقيت مرة ثانية وقلت ما هذا الذي يحدث قال نوع من الدعاية والضغط على نظام بوتفليقة كل المعارك مشروعة في قضايا السجون على فكرة النظام يستعمل كل الوسائل من أجل الإقاع بالمعارثين حتى المعارض من حقه أن يستعمل كل الوسائل من أجل أن يضغط على السلطة ويجبرها على هذا على التراجع في ملاحقته وتوجيه الاتهامات له خاصة أن المعروف أن هؤلاء الأغلبيتهم الساحقة موقفين بسبب أراء وكلام والجهوب وليس بسبب أفعال ما رسوها ولا حملوا السلاح ولا أي شيء من هذا القبيل حتى وإن كان رشيد نكاز حسب الجملة أن من حقهم يحمل السلاح هو أراد التعبير عن مدى رفضه إلى قانون المحروقات ومدى خطورته على الجزائر وإن كان خناته شوية الألفاظ فقط ولا هو رجل معروف أنه ليس من دعاة عنف ولا أي شيء من هذا القبيل ولا يعني هذا أنني أؤيده في كل ما يقول أختلف معه وعليه كثير من المؤخذات ليس المجال للحديث عن المؤخذات فالرجل يقبع في السجن لا من المرؤة ألا نتكلم عن هذه الأمور إلا عندما يكون حر طريق على الأقل من حقه أن يدافع عن نفسه إن أردنا أن نوجه له أي اتهامات لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة